مجلس النواب تطرح للنقاش للخروج بملاحظات وقرارات ترفع لهيئة مكتب المجلس فلجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت عددا من المواضيع من أبرزها الموافقة على تعديل قانون السجل التجاري أهم البنود التي كانت على جدول العمال هو مناقشة الحساب الختامي لسنة 2015 تم أقرار كثير من البنود في هذا الاجتماع وطلبنا من المستشار المالي والقسم البحوث أن يعدون لنا المذكرة الإضاحية لعرضها على المجلس البند الثالث كان عندنا اقتراح بقانون كان مقدم بالنسبة للسجل التجاري تم توافق عليها وفي قاعة المجاورة كانت لجنة الشؤون التشراعية والقانونية تناقش مرسوم قانون بشأن الخلايا المحمية وتخذت بشأنها ما يلي هناك مبرارات كثيرة لاستعجال هذا المرسوم بشأن إنشاء هذه الشركات التي سوف تكون تحت مضلة المصرف المركزي وتتقسم هذه الشركات إلى شركات نواة أيضاً وتتجزأ منها هذه الشركات التي يسمونها شركة الخلايا تم تصديق عليه بدستوريته وهذا يعتبر نقلة نوعية في تطوير الاقتصاد البحريني قانون الضمان الصحي هو أبرز ما تمت مناقشته في اجتماع لجنة الخدمات حيث خلص الاجتماع إلى عقد اجتماع استثنائي لمزيداً من الدراسة بدأنا الآن العمل على مشروع الضمان الصحي لإحاثنا الحكومة ودرسنا دراسة أولية وإن شاء الله سنأخذ اجتماع سبوع استثنائي حق مناقشة هذا الموضوع ونحن نحرص إن شاء الله أن ننتهي من هذا المشروع بزمن قياسي بدأنا من مناقشة مشروع خانون الإعلام وبدأنا ملاحظاتنا عليه واعتقدنا أن هذا مشروع صالح زمن طويل باللجنة وكنا عاقلين أمل على الحكومة أن يتقدم لنا مشروع جديد لكن لحد الآن لم تقدم لنا شيء اللجنة بدأت العمل فيها الآن وإن شاء الله سيكون على جدول الأعمال للاجتماع القادم في المقابل عقدت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية سيدات الأعمال البحرينية اجتماعها الأول من أجل مناقشة ألية عمل اللجنة والمحاول الهامة من أجل دعم المرأة البحرينية اقتصادياً أما لجنة حقوق الإنسان فقد ناقشت الاقتراح بإعداد استراتيجية وطنية للتعامل مع التقارير الحقوقية خارج مملكة البحرين سير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين